محافظة دمشق نتابع القصة الآتية ثم نعود للنقاش عندما يتفق ظلام الليل مع ظلام المدينة ترسم لوحة سوداء كهذه قد تسمع دمشق عن مدينة عالمية أخرى تسمى مدينة الأنوار وتطرح مقارنات بينها وبين كل بقاع الجغرافية المضيئة وهي التي أصبحت كمملكة للظلام تصارع ما تبقى من حياة فيها وابدلا من تقديم الحلول المستدامة كالعادة تستثمر حكومة النظام بالأزمات التي سببتها للسكان وفي مقدمتها أزمة الكهرباء حيث بدأت محافظة دمشق بمنح تراخيص العمل بنظام الأمبيرات بأسواق العاصمة تحديدا في أسواق الشعلان والصالحية والحمرة عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك أكد أن هذه الأسواق حصلت على التراخيص اللازمة وإلى الآن لم تعمم على باقي الأسواق في حين قال مصدر في مؤسسة الكهرباء إن الأمبيرات باتت أمرا واقعا في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي وغياب برنامج تقنين منظم والقراءة أكثر في كواليس المشهد تقارير محلية كانت قد أشارت إلى وقوف الفرقة الرابعة وراء تجارة الأمبيرات وبيعها لأسواق العاصمة يضاف إلى ذلك ما صدر عن وزير الكهرباء من تصريحات لمح فيها إلى إمكانية رفع تسعير الكهرباء خلال الفترة القليلة المقبلة إذن تجربة الأمبيرات تصل إلى دمشق بعد حلب ومدن سورية عديدة في خطوة تنسجم مع توجه النظام لشرعنة الأمبيرات والذي تجلى في المرسوم الذي سمح به للمستثمرين والشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء وبيعها للمواطنين مبروك لأننا كلنا بهالإنجاز للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا محمد بارودي صحفي من لوكسنبورغ مساء الخير أستاذ محمد مساء الخير بداية لماذا قررت محافظة دمشق الآن أن تمنح ترخيص العمل بنظام الأمبيرات في محافظة دمشق في هذا الوقت يعني لا يخفى على أحد بأن النظام كان يخطط لهذه كما يقال الموضع الجديدة في موضوع الكهرباء والمتاجرة بالأزمات الأساسية في حياة المواطن ولكن تم تأجيبها من فترة تقارب السنة تقريبا ولكن أنا حان لها كوننا مقبلين على الصيف وكوننا مقبلين أيضا على دخول الأموال الجديدة من المغتربين إلى البلاد فبالتالي هذه فرصة متاحة أن يكون هناك استثنار لهذه الأزمة لا بد أن نذكر بأن وزارة الكهرباء لمحة في عدد من التصريحات سابقا بأن هناك نية للذهب إلى الأمبارات كان الشيء ضمنيا يقولون بأن شبكة الكهرباء والتغذية ستكون بحال أفضل ولكن هذا الشيء انعكس على واقع الخسخصة الذي توجه إليه النظام بالعديد من التصريحات وأيضا مجلس الوزراء هيئة البيئة والمشاريع لها مرة ثانية فالذهاب إلى الخسخصة هو ليس شيء سيء ولكن السيء هو كيف ستعطى هذه التصريح لمن ستعطى هذه التصريح وأيضا كيف سيتم الإجار بها التجربة في حلب لا تشيء بأن هناك شيء إيجابي سيحصل لأننا نرى بأن الأمبارات والمغلدات الخاصة بأيدي ثلة مقربة من النظام فيها الوساطة كبيرة وفيها أيضا نوع من البلطجة على المواطن من خلال التزعير ومن خلال حصول على الخدمة فبالتالي هل سيكون الأمر مشابه في دمشق أم لا ولكن لماذا الآن؟ لأنه حان الوقت لأن يستثمر مرة ثانية هذه النقطة الأساسية في حياة المواطن لا شك بأن هذا شيء دوامة وأزمات النظام كما نعلم هي كومبو دائما تكون دائما خليط مع المواد التشغيلية مع الكهرباء وأيضا كل موسم وله موضاته لدى النظام الآن نحن في الصيف فبالتالي يجب أن تخرج هذه الورقة ويتم الإتجار بها الإعلان حاليا تم عن فقط ثلاثة أسواق كما ذكرنا في التقير الشعلان والحمراء والصالحية هل يمكن أن يكون هذا الإجراء مفيد أستاذ محمد بالنسبة لأصحاب المحال في الأسواق التي ذكرناها برأيك؟ لا شك يعني هنا أن يتقصد النظام أن يبدأ من هذه الأسواق وتحديدا الأسواق الأساسية في الشام يعني هو وكأنه يقول لكم الخط الأحمر برفع كل الأسعار يعني الآن التاجر عندما يشتري الأمبير ماذا سيفعل سوف يرفع كل شيء على المواطن بحجة هذه الأمبيرات فأيضا وصل النظام بأنه بدأ من هنا ليكون هناك ارتفاع وعندما يعمم في الأيام المقبلة على المناطق السكنية لا يستغرب المواطن من هذه الأسعار يعني اليوم بحسب ما نسمع بأن بالصالحية مثلا شراء الأمبير لمدة أسبوع لأي محل تجاري يعني لا يقل عن 700 ألف ليرة تقريبا يعني أن يكون له لأنه تجاري ويسعر على التريفاز ويسعر بتفاصيل كثيرة يعني منها يعني حقيقي ومنها غير حقيقي وأيضا يجب أن ننظر بأيد من سيتكون هذه التصاريح يعني عندما تحدثنا عبر تلفزيون سوريا منذ سنة تقريبا عن موضوع الطاقة الشمسية عطب البعض بأنه لا يمكن لنا القول بأنه هناك استثمار للأزمة طب نفس الأشخاص الآن رموا الأنفتيرات رموا الألواح الشمسية يستثمرون في شراء المولدات وذهبين بنا إلى سيناريو يشبه سيناريوهات التوليد الكهربائي الفاشل في لبنان يعني غدا سيكون لديك مشاكل تقنية سيكون لديك أوبئة ما أزل الله بها من السلطان نحن نتحدث عن الشام ودمشق يعني أحياء مقتضة هذه المولدة عندما لديها انبعاثات ولديها أدخنة إلى رئة المواطن مباشرة يعني لا يمكن الحديث ولا يمكن الجدل بهكذا أمور فيعني نحن ليس لدينا مشكلة مع الخسخصة ولكن خسخصة بيد من ولمصلحة من طيب هل تتوقع مثلا إن نجحت هذه التجربة في الأسواق الثلاثة الكبيرة في دمشق أن نرى تعميم لهذا النهج وهذا الأسلوب على بقية الأسواق في المدينة بشكل كامل؟ برأيك يعني لا شك بأن الذهاب حتى أبعد من ذلك أتخيل بأن الخسخصة بموضوع الكهرباء ذاهب حتى إلى السكن ذاهب أيضا إلى موضوع المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر وحتى إذا كان هناك مدارس وكل ذلك سيكون هناك صندوق لكل مشروع في البلاد ذاهب إلى الطاقة وفي الشتاء ذاهب إلى المواد التشغيلية الأمر يعني يبدو محسوما ولكن هو متى يعلن النظام ومتى يعني كما يقال يعني يفعل هذه الميزات للمواطن مرة بعد مرة طيب برأيك يعني كيف سوف يستفيد النظام من قرار بيع الأمبيرات ولماذا تمنع من إدخالها لدمشق بالرغم من أنها تعمل مثلا بحلب كما ذكرت قبل قليل ومدن أخرى منذ عدة سنوات موضوع الاستفادة يعني هو بيد من هذا أول سؤال إلى الآن في دمشق لا يوجد أسماء واضحة الكل يعني يتغفى يقال بأن الفرقة الرابعة هي ما تقف وراء تجارة الأمبيرات السادة محمد هذا الموضوع يعني لا شك فيه يعني اليوم من يستطيع أن يجعل نصب كبير سواء إذا كان مولدة أو غيرها في وسط العاصمة يعني اليوم نتحدث إذا كان هناك كل شكل النظام يجري عليها العديد من الدراسات يعني هل تستطيع تأكد هذه معلومة مثلا بأنها بيد الفرقة الرابعة حاليا هذا الموضوع يعني نحن دعنا نسقة الموضوع على الطاقة الشمسية من قبل الطاقة الشمسية تم الإنكار عدة مرات بأنها لا تتبع لا للفرقة الرابعة ولا لأسماء الأسد ولا لغير بالي النتائج الآن على قبل الواقع من تاجر بها؟ أين الأسماء التي ظهرت كواجهات؟ وأين اختفت الآن؟ فبالتالي نفس الموضوع أنا أتخيل بأنه يتكرر الآن ولكن كما قلت لك كنت أود أن نأتي إليك بأسماء ولكن الآن لا يزال يختبئون وراء شركات وهمية حتى أن الموتيرات التي تأتي للأسف هي ليست جديدة هي قادمة من الضاحة الجنوبية في لبنان يعني بالتالي سيكون لدينا كوارث كبيرة بيئية تقنية خطر أن تتحدث عن مولد لو كان في منطقة مثل الصالحية أو الشعلان لو انفجر مولد واحد هل تتخيل مقدور الخسائر ستكون فيها كائدة فبالتالي الأيام ستكشف من وراءها نعم لماذا الخوف؟ أنا سوف أسألك عن هذه الجزئية بالضبط لماذا الخوف من إعلان أسماء مثل هكذا موضوع كبير جدا؟ لماذا لا تعلن أسماء؟ لماذا لا يتم إيصال شعور طمأنينة لربما للناس؟ يعني أنت اليوم تسعى لحل أزمة لنقل على سبيل المثال ولكن لماذا لا تعلم من المسؤول عن هذا الموضوع بشكل واضح وصريح؟ عندما يكون في حالة مثل حالة سوريا الخصصة جميلة في كل بلاد العالم ولكن لدينا يوجد فيها مشكلة يعني كيف يكشفون ويقول لك بأنه رئيس جمهورية وأنه لديه وزير وزارة للكهرباء ولديه وزير كهرباء وبالتالي هو يبيع إذن هو يدين نفسه؟ هو يدين نفسه؟ هو يدين نفسه؟ تماما يعني عندما اليوم تقول لي بأني أنا سأبيعك الكهرباء لديك فاتورتين فاتورة للدولة وفاتورة للمشغل الجديد طب ما دور الدولة الآن؟ نحن ذهبنا إلى كل شيء خاص وهنا ما كنت سوف أسلق عنه أين هي وزارة الكهرباء؟ أين هي وزارة الكهرباء؟ كيف ستؤمن؟ وزارة الكهرباء ستكون فقط شكلية ستكون منظمة لفاتورتين الفاتورة الأولى هي للدولة وستدخل إلى جيب الدولة مباشرة والثانية ستكون عن طريق الوساطة وعن طريق يعني كما يقال الواجهات التي اعتاد النظام استخدامها وللأسف تنطلق كل مرة على هؤلاء المواطنين ولكن في هذه المرة أتخيل الشريحة هي شريحة المتضرر الأكبر لا يمكن اليوم لعائلة سكنية إلا إذا كان لديها وضع اجتماعي جيد الأسعار كبيرة جدا تخيل أنت لديك دفع كهرباء يعني وسطيا نتخيل 400 ألف أو 500 ألف ليرة هذا الموضوع طبعا فبالتالي اليوم تزيد الحاجة سيرفع الأسعار في وزارة الكهرباء النظامية لتوازي الخاص لتذهب إلى الخاص تماما كما كل شيء كما التعليم كما الصحة كما كل شيء في سوريا بسبب عجز الدولة وفشلها تذهب الناس للتخصيص طيب بالنسبة لوزير الكهرباء تحدث عن رفع متوقع لأسعارها لأسعار الكهرباء أقصد هل ترى بأن موضوع ترخيص الأمبيرات هو بداية أو تمهيد لرفع أسعار جديد إذا تحدثنا عن الشرائح التجارية والصناعية على سبيل المثال لا شك بالموضوع بأن الموضوع هو دز نبض في البداية والآن المحفز يعني هو دز نبض الشارع تقبل الخاص خاصاء يقولون لو كان هناك مولد لا اشترينا إذن حان وقت التنفيذ ماذا نفعل نذهب إلى الحكومي الذي لا يأتي أصلا لا يوجد كهرباء أصلا ولكن عندما لا تأتيك الكهرباء وستجد الفاتورة غدا مئة ألف لا أنا أذهب إلى الخاص وأدفع ثلاثمئة ألف فبالتالي هو الدفع بالمواطن وتحفيز أكثر ليذهب إلى تجارة الدولة ولا يذهب إلى خدمات الدولة التي يفترض أن تعطى كدولة تحترم نفسها ولديها وزارات ولديها وزراء ولكن الوزير هو محفز فقط ليذهب بالمواطن إلى الجيب الآخر الذي هو جيب الخصخصة وأتخيل بأن الموضوع في هذه الوزارة تحديدا سيكون كارثي لأن غدا ستجير المواد التشغيلية من العام إلى الخاص لأن الآن هذه الوزارة سيسحب البساط من تحتهم ربما تماما هم يقولون لا يوجد لدينا مواد تشغيلية للمولدات نحن لا يوجد لدينا كهرباء لأنه لا يوجد مواد تشغيلية غدا ستسمسر هذه الوزارة بالمواد التشغيلية إلى الخصخصة والأمر أتخيل أنه ليس بعيد ربما في نهاية حزيران وبداية تموز سيكون الأمر معمم بشكل كبير طيب قبل أن نختم معك سيد محمد البريحة شهدنا رفع لأسعار المحلوقات أيضا إلى أي حد برأيك هذه الإجراءات تكشف عجز النظام عن التعامل مع أزمة الطاقة هو عاجز تماما بشكل عام ولكن ما هي الخيارات التي لديه اليوم بحسب ما ذكرت أنت بأنه سوف يتجه إلى الخصخصة إذن التوجه إلى الخصخصة يقابله زيادة من العجز بالنسبة للدولة يعني يبدو بأن النظام يهتم الآن بشريحة واحدة هذه الشريحة هي التي تأتي له بالعملة الصعبة هي شريحة من لديها مغترب في الخارج يريد ما تماما فبالتالي هو يريد أن يرهق كل مغترب اليوم إذا كنت ترسل إلى أهلك وإلى أطرباءك 200 دولار النظام يشعر بأنه هو شريك به علينا أن نأتي بهذه الأموال ومع إرهاق يعني لا يمكن لك أن تأخذ فقط الأموال وتعطي خدمة لا نحن نريد الخدمة أن تكون أيضا يعني خدمة نسكم لا يمكن له أن يتمم الأمور بشكل جيد الذهاب الآن بهذه الخصخصة قلت لك لا يذهب إليها إلى كل محتاج ولكن شيء طبيعي إنها دليل فشل دليل فشل وإصرار على الفشل نحن رغم كل شيء الآن يقول لهم بأنه لديهم فرجاء على كل المستويات لو كان هذا حقيقيا ما وصلنا إلى هنا وإن كان هذا حقيقيا لكان التفعيل لأكبر لهذه الحكومة التي يعني فيها موظفين وفيها دوام وفيها كل شيء ولكن الإنتاجية صفر للأسف نحن ذاهبين إلى كل النماذج الفاشلة اقتصاديا أصبحنا نشبه فانزويلا والآن كهربائيا صرنا نشبه لبنان التي يعني نبذت نظام الأمبيرات منذ الثمانينات يعني فلك أنت تخيل إنا نحن الآن نحن نعود ونخطف خلفنا أستاذ محمد بارودي أشكرك جزيلا شكر الصحفي كنت معنا من لوكسنبرغ مبيض حشري يلحق الضرر بألاف الأشجار المثمرة في ريف إدلب هذا ما سنتوقف عنده في ملفنا التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر